كيروش النهاردة اتكلم مع اللعيبة وبعت لهم حتى رسالة كده باللغة رسالة تحفيزية باللغة العربية ده تدريب منتخب مصر النهاردة قبل السفر وهو انضمام علي جابر زي ما انتوا شايفين ورامي ربيعة اللي انضمه مكان محمد عبد المنعم طبعا اللي بنقوله ألف سلامة واللي عمل عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الأنف وأيضا خروج الوينش بسبب الإقاف مش موجود الوينش فدخل مكانهم استدعى مستر كيروش علي جابر ورامي ربيعة ويمكن مستر كيروش اهتم جدا بالخبرة يعني هو جايب علي جابر ورامي ربيعة لتنين خبرات علي جابر لعب في المنتخب بل كده ولعب كس عالم وبيلعب مع بيرامد مطشاط في الكونفيدرالية على مدار سنتين ثلاثة اللي فاته وقبلها مع الزمالك فعنده خبرات كويسة جدا عنده قوة جثمانية علي جابر طويل بيلعب بدماغه كويس نفس القصة رامي ربيعة طبعا خبراته كبيرة مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر قبل كده يعني كان اهم نقطة لمستر كيروش في اختياراته الخبرة والتجارب السابقة انه هو طبعا رايح مطش مع السنغال في السنغال ومطش كس عالم وفي ضغط عصبي ومطش جامد جدا فكان يعني مقدرش ياخد حد من الناس اللي خبرتها قليلة او اللعبة اللي كانت موجودة في المنتخب الفترة فات بس الصغيرين في السن لا عايز الناس عندها سبات انفعالي وناس خدت التجارب دي قبل كده فعشان كده تم اختيار علي جابر ورمي ربيعة طيب لو اتكلمنا في التشكيل بتاع مطش مصر حتى الان حتى الان وانا بكلمكو هو نفس التشكيل بتاع المطش اللي فات معادة طبعا قلب الدفاع حتى الان وانا بكلمكو دلوقتي نفس التشكيل بالزبط اللي بدأ به مستر كيروش المباراة اللي فاتت معادة طبعا هنشيل محمد عبد المنعم وحنشيل الوينش هنحط ياسر ابراهيم وحتى الان الاقرب علي جابر حتى الان نعم انا بكلمكو كده الاقرب لان هو يبدأ المباراة في قلب الدفاع